يا مساء الخير او يا صباح الخير يا احلى متابعين في الدنيا يا رب دايما تكونوا في احسن حال واهلا بكم النهاردة فيديو جديد فيديو النهاردة زي ما انتم شايفين كده معنا السيدة مبدعة وعندها الكدرة ان هي تغير كل الكورنر موجود عندها في البيت بقى اقل التكاليف ودايما لها لمستة الخاصة في بيتها نهاردة هنشوف معاها افكارها اللي هي بتعملها يمكن انت كمان تحب انك تعملي تغيير عندك في البيت وممكن تكوني خايفة ان انت تجربي لكن النهاردة تعالوا نشوف هي تقدر تعمل كل حاجة وتحمسنا احنا كمان لو عندك انية ان انت تعملي تغييرات في البيت خدي افكار منها واعملي واكيد كل حاجة تطلع معاك حلوة من ايديك تعالوا النهاردة نشوف الفيديو مع بعض وافكارها الجميلة اللي موجودة فيه تنسوش بقى لايكاتكم الحلوة والكومنتات اللي بتشجعني وكمان لو كنت اول مرة تشوفيني يشرفني جدا 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 ان انت تنضم من السبسكرايب اللي تحت الفيديو وكمان فعلوا الجرس كده على الكل عشان كل اشعاراتنا الفيديوهات اليومية تنزل لكم وتقدروا تتابعوها معانا وفيش حاجة تفوتكم ابدا تعالوا نبدأ معاها الفيديو على طول ونشوف افكارها وبدأنا معاها هنا على طول من الستايل اللي هي تغيرها عندها في الحمام زي ما انتوا شايفين الاول كان عندها ورق الحائط اللي هو سيمبل او ما فيهوش منظر او ما فيش فيه شكل كده عموما فحبت ان هي تغيره وشفت ان هي شالته بكل سهولة جابت فوتا معاها عملتها كده بمية وبدأت ان هي تقشر كل الورق ده وبعدين بدأت ان هي الحاجات لو فيه اي فواصل او موجودة في الحيطة وحاجات حابة ان هي تدهنها تغير من لونها كمان غيرتها وجابت ورق الحائط اللي هو عامل زي منظر كده فيه طبعا زي ما بقول لكم اللي هي الحاجات اللي بتبقى مش شرط ان انتي تكون معاك شكل نهائي في الاخر لكن فيه حاجات طبعا بتكون معاك الشكل ده فعملته هنا باللون الاسود والابيض وزي ما انتوا شايفين كمان المراية اللي عملتها حولتها للون الاسود وكمان اللي هي الطويلت نفسه غيرت برضو البلاستيك القطعة اللي بتبقى فوق فكتها وعملتها كمان باللون الاسود عشان يمشي مع الديكور العام بتاع الحمام كله كمان هنا البسكت اللي عندها ضفت له لمسة كده خاصة برضو زي ما انتوا شايفين العجل ده بيتشارع عادي وتقدر ان انت تتركبه في اي حاجة فهي بدأت هنا ان هي تركبه طبعا هو بيبقى لي مكان للمصامير لكن هي فضلت ان هي ما تخرمش فيه البلاستيك وبدأت ان هي تعمله باللزب وكمان عندها من ورق الحائط بوائي من الورق اللي هي كانت بيستخدمها على الحيطة فقالت ان هي تستغله برضو بفكرة حلوة وبدأت ان هي تلزقه على البسكت كده وعملت له كمان المقابط بتاعته زي ما انتوا شايفين حولت له الشكل ده اللي لايء مع الديكورات اللي هي حطها على الحيطة وحطت هنا سلم عليه البسكت اللي فيه البكر منازيل التويلت وكمان فوطة وحبت ان هي تعمل الستايل كله باللون الاسود والابيض بس تفتكروا لو واحدة عندها شغف ان هي تحب التغيير دايما وتحب ان هي دايما يكون عندها حاجات بتمل بسرعة منها تفتكروا ان هي هتسيبه كده زي ما انتوا شايفين فترة وبدأت ان هي كمان ترجع ان هي تغيره تاني شايلت كل الورق اللي على الحيطة وبدأت ان هي تعمل ستايل تاني او شكل مختلف تاني هي برضه تستخدم نفس الالوان الاسود والابيض بس غيرت من شكل اللي هو المنظر اللي كان موجود ورا ليه هنا الشكل ده اللي هو طبعا طالع يعني موضة قوي اللي هو الاشكال اللي بتبقى عبارة عن خطوط كده ومكونة زي شكل وش كده فبدأت ان هي تغيره غيرت شكل المراية اللي كانت حطاها وكمان بدل السلم اللي كانت حطاها حبت ان هي تعمل منظم اكتر زي دورف كده زي ما انتوا شفتوا ان هي تلم عندها الحاجات اللي موجودة عندها وتلم اكبر كمية موجودة من الشامبوهات بقى والصابون والمناديل والفوط والحاجات دي كلها بتبقى كتير فحبت ان هي تعمل زي العلب دي وتحطها عندها غيرت من شكل الحمام تماما كمان هنا برضه عندها طريقة تنظيمها للتلاجة ودائما بتشوف افكار حلوة جدا في الفيديوهات واحنا بنتابع كده للمنظمات المختلفة اللي بتقدروا تستخدموها في تنظيم التلاجة زي ما انتوا شايفين بيبقى فيه علب حلوة جدا تقدروا ان انتوا تحفظوا فيها الفكهة او الخضار وكمان العلب اللي هي الادوار دي تقدروا تحط فيها كزا صنف مثلا من الجبن وتقدروا كمان هنا زي المنظمات اللي تقدروا تنظم فيها الخضار والفكهة كمان هنا برضه عجبتني العلبة الحلوة دي ان انتوا فيها مكان زي مية تقدروا ان انتوا تحط فيها الحاجات اللي هي الورقية الخضرة الورقية اللي هو الجرجير بقى الشبت البقدونس الحاجات دي كلها تقدر ان انت تحطيها وتحتفظ معاكي للفترة اطول فدي كانت طريقة تنزيمها كمان للتلاجة تعالوا نشوف كمان من التغييرات الحلوة اللي هي بتعملها عندها الكرسي ده بتاع غرفة النوم وكانت عاملة ستايل الغرفة عندها باللون الاخدر لكن لما حولت بقى لللون اللي بقى طالع تريند جدا واللون الفاتح اللون الابيض حبت ان هي تغير الكرسي بس عشان ما تكلفش نفسها وتشتري كرسي جديد شفتوا غلفته بالقماش بكل سهولة باللزق عادي بدء تقص القماش على الشكل وتبتدي ان هي تلزقه بكل سهولة وبابسط التكاليف كمان هنا برضو دي عبارة عن سجادة زي ما انتوا شايفين كده اللي هي فره ومفروض ان ده ظهرها وده مساحة السجادة زي ما انتوا شايفين لو حطيتها هنا في القوضة ايه كانت جايبها للغرفة بتاعتها لكن شفتوا ان هي اغدأ المكان كله فمش حابة ان يتحطها بالشكل ده فعملت لها بشكل كده عشوائي تأسيمة حلوة وبدأت ان هي تقصها وحطيتها زي ما انتوا شايفين قدام السرير طبعا فرحانة باللي هي عملته ولو تلاحظوا ان هي قصتها من الظهر مش من قدام عشان خاطر ما تبوص الفرغ بتاعها وكانت فرحانة جدا بالفكر اللي هي عملتها وطلعت معاها بالنتيجة الحلوة دي يعني شوفوا انتوا تقدروا تجربوا ما اعتقدش ان في حاجة هتبوز مننا يعني لو عملنا الوان او دهانات او ديكورات حتى بادينا ما اعتقدش ان الديني هتبوز مننا بالعكس هتلاقوا ان في نتيجة اكيد ان شاء الله ترديكم فانا كمان برضو بانوتتها عندها بانوتة كده شابة حابة ان هي تعمل لها ستايل حلوة في الغرفة عندها زي ما انتوا شفتوا ان الظهر السرير كانت الحيطة سادة مفيش عليها اي حاجة فحابة ان هي تعمل لها ورق الحائط طبعا ده هنتلاها كل جوانب الحيطان التانية اللي مش هتعمل فيها الورق الحائط ده وضهر السرير اللي هو خلفية بقى الغرفة بدأت ان هي تلزأ لها الشكل ده اللي بيتكون مع بعض نخل كده وشجر آآ حلوة قوي وهديها ستايل زي مكان غابة كده او حاجة زي كده فشكلها برضو حل وكمان حابة ان هي تغير لها من السجادة وضهر السرير زي ما انتوا شايفين كده باللون الجري او الجلد فحطت لها اللي هو زي الخوس كده مع الارضية كمان ومع النجفة ومع كمان الكرسي بتاعها بتاع السراحة حابة ان هي تعمل لها ماتش ما بينهم بحيث ان هو عارفين اللي هو الغابات او الجزيرة تحس ان هو فيها زي خوس وزي شجر فحابة ان هي تعمل لها الستايل ده ورتبت لها الغرفة بشكل بسيط جدا ودكرات بسيطة حطت عليها اللون الاخضر شوية من الزرع وزي انتوا شايفين كمان بعض من الحيوانات زي الزرافة وزي الارضي كده بحيث ان هي تعمل لها ستايل الغابة زي ما قلنا فده كده كان الشكل النهائي للغرفة بسيط جدا ولمسة بسيطة حابة ان هي تغير لها من الشكل السايدة اللي ما فيش فيه اي تفاصيل وتحوله للشكل ده كغرفة بنت كده شابة يبقى عندها ستايل حلو في الغرفة كمان مع الاداءات المختلفة اللي هي حطاها عاطي شكل حلو جدا تعالوا كمان نشوف مدخل البيت عندها وزي هي غيرته كان الاول عندها ورق الحقط اللي هو شكل التوب وبدقت بحاجة بسيطة جدا مش شرط بقى يكون عندك فرش وادوات الديهان لقيت لكن حبت ان هي تعمل بحاجة بسيطة جدا فلقيت ان ممكن ان هي تستخدم فكرة حلوة باستخدام فوطة او قماشة ان هي خدت اللونين الجري والاويات وبدأت تعمل بهم على الحيطة اي وكمان في الاخر عامت علم زي نقط باللون الاسود كده يديها شكل اكتر وكمان غيرت السلم اللي عندها شفته برضو باديها عملت اللازق وعملت فيه زي خطوط وكمان هنا الحيطة دي هنشوف قبل كانت عاملة زي وازي هي غيرتها للشكل ده حطت ماشيات الفارو شكل جديد وكمان زي ما انتوا شايفين عندها اللي هي العلاقة اللي جنب الباب اللي تعلق عليها اي حاجة بقى دخلين من بره شنطة او جاكت او كده وكمان شوية من الزرع كده تديله منظر حلو او الزرع عموما او الشكل الاوتر بينطق المكان فحبت ان هي تعمل عندها ستايل المدخل بالشكل ده كده وزي ما بقولكم هنا الحيطة الاول كانت عاملة عليها ستيكرز كده كلمة هوم فبدأت ان هي تشيلها وتعمل زي اشكال يعني عارفين ان هو الشكل المدر ان هو دواير كده وكلام ده كله يعني حاجات بسيطة جدا ان هي تدخل بس الوان في الحيطة ونفس الالوان اللي هي كانت عملتها على الدرج بتاع السلة فحبت ان هي تعمل الشكل البسيط جدا ده وكمان هنا ده زي ستيكر كده بدأت ان هي تلزقه بحيث ان هو يدي كمان لمسة حلوة على الحيطة او طبعة كده بسيطة فده كان شكل تغييرها للمدخل كمان برضو عندها هنا زي ما نقول ليفل اعلى كده من التغييرات اللي بتعملها عندها الادوات الخاصة بالنجارة والخشب وازي ان هي تقصه وتعمله كده فبيساعدها هنا جزء ان هي تعمل ديكورات مختلفة في البيت فعملوا مع بعض هنا الترابيزة البسيطة جدا دي ودهنوها باللون الابيض كده ترابيز الديكور او كمان للاكل كده عندهم حاجة بسيطة جدا كمان هنا الترابيزة بتاعت عملوها برضو الجوانب بتاعتها كلها بقطعة الخشب وكمان هنا الغرفة بتاعت ابنها عملت له ضهر الحيطة بتاع المكتب عملتها له كمان بقطعة الخشب وعملتها باللون كده برضو البني كده الفاتح عطياله شكل مختلف كمان في الغرفة وكمان هنا برضو على الحيطة اللي هي وحدات الخشب الفريمات دي برضو تقدر ان هي تركبها وتعملها كشكل تغير بشكل الحيطة بطريقة بسيطة جدا جدا كمان هنا برضو وحدات الخشب اللي عملنا كخلفية للحيطة برضو بطريقة بسيطة جدا تقدر ان انت تعمليها حتى لو انت مش عندك الادوات الخاصة ان هي تقص الخشب وتعمليه كده ممكن اي حد متخصص يعملها لك وانت اللي تلزقيها على طول على الحيطة تبقي وفارتي كمان تكاليف التركيب او كده انت اللي عملتها ودهانت الالوان بيديك يعني حاولوا ان انتوا تغيروا فيه ناس ما بتحبش التغييرات اللي هي لدائما زي ما هي ما بتعمل كده لكن فيه ناس بتحب التغييرات البسيطة يعني انا ممكن مسلا اغير من ستايل ترتيب الكنبة او الكرسي او الترابيزة او كده او احط دكرات مختلفة لكن فيه ناس عندها هواية فعلا زي ما احنا شايفين ان هي بتغير كمان الحيطة تغير الارضيات تغير من كل حاجة موجودة عندها فتقدر ان انت تعملي كده او كده حسب ما انت تحبي ولو حاجة انت حباها ومش قادرة ان انت تعمليها زي ما بقولكم تقطيع الخشب تقدر يتخلي حد متخصص هو اللي يعملها لك وتبقي وفارت شوية من التكاليف وتقدر انت تكملي بقى الباقي لديهانات او التركيب او كده تبقى انت اللي تعمليها وزي ما بقولكم جربوا اعملوا كل حاجة مفيش حاجة هتطلع وحشة من ايديكم اكيد اكيد هتطلع احسن حاجة واحلى حاجة دول منتوا اللي بتعملوا الحاجة بشغف وبحب اكيد هتطلع من ايديكم حلوة جدا هنختم معاها النهاردة بقى في تغييرها لي الجاردن اللي عندها برا وازاي ان هي غيرت من الجنينة اللي موجودة شفتوا كده اللي هي الاول كانت مليانة كراكيب وحاجات ملاش اي لازمة فحبت ان هي كمان تغيرها وتعملها قاعدة حلوة عندها شفتوا كمان البلاط غيرته ببساطة جدا دهانته عادي بالدهانات بتاعة الحيطة وقامت عليه الطبعة البسيطة لو مش قادرة كمان تشتري الطبعة ممكن انت تعمليها بيديك من الورق البلاستيك اللي موجود عندك او ورق الكارتون وتعملي رسومات مختلفة بالاشكال اللي انت حباها على البلاط في الاخر هيتطلع معاكي شكل حلو جدا جدا وبس كده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتمنى ان هو يكون عجبكم ولو كنت بتدوري على افكار تغييرات مختلفة للبيت عندك تكوني اخدتي افكار من الفيديو يكون عجبك بشكركم لو كنت وصلتوا معايا لحد هنا تنسوش لايكاتكم الحلوة وتكتبوه لي ايه رأيكم في الكومنت سليل تغييرات اللي السيدة عملتها معينا النهارده اشوفكم على خير بكرة ان شاء الله فيديو جديد وسيدة جديدة وافكار جديدة اشوفكم على خير وسلام